أنت عزيزي برج السرطان تتذكر وتفكر في هذا الحبيب أرى أنها كانت بينكما علاقة جميلة نعم ولا أدري ماذا حصل يعني شوفوا هذا الحبيب ابتعد وأنت في الليل والنهار دائما تفكر في الأيام السعيدة التي عيشتها مع هذا الحبيب وكل ما قاله لك وكل يعني كل ما فعله يعني معك وهذه الحياة الجميلة نعم يعني تصر الكرت أن كانت علاقة جميلة بزاف ربما حتى أنكم يعني كنتم تزوجين أو لا أو فقط يعني علاقة حب وغرام لكنها كانت جميلة بزاف لكن هذا الحبيب رحل وأنت تفكر رحل وهو يحبك أه حذاري رحل وهو يحبك أخا لنرى نشوفه هل ستقول لنا قالت ماذا حدث علاش مشاهد الحبيب لماذا أنت تعاني وتبكي عزيزي أنا أرى أنك أنت يا منهار ما يهمني في هذه القراءة هو أنت عزيزي لأن أرى أنك تفكر كثيرا تنام قليلا تبكي كثيرا تأكل قليلا لأنك تفكر بزاف حبيبي في هاد في هاد الإنسان نعم هذا الكرت تقول لك عزيزي يعني بجوجبهم كرتات رحانية ورائسية مهمة جدا وحدة فوق وحدة تقول لك عزيزي يعني يجب عليكم أن تتخلص من هذه الطاقة ليس أن تتخلص من الحبيب أو أن تنساه لا بل أن تتخلص من هذه الطاقة التي تعذبك أن تنسى ليس أن تنسى فقط يعني أن تحاول أن تكون حكيما أن تحاول يعني أن تعيش أن تتوكل على الله أولا يعني أن تفهم أن هذه مرحلة تعيشها والحياة تتغير تفهمون أنيك يعني أترك هذا الحبيب الذي رحل وذهب أتركه بسلامة لا يعون لكن أنا لا أقول لك أن لا تحبه في هذا المستحيل يعني أنا أرى أنك تحبه بزاف كثيرا وتعاني كثيرا لكن استغني قليلا عن هذا الحبيب يعني أتركه أنا أرى أنك أنت تأخذ زمام المبادرة دائما أنت من يتكلم أنت من يرسل الرسائل من تتواصل به هاتفيا وتكتب له رسائل وربما هذا الحبيب حتى أنه لا يجيب لذلك أتركيه خليه فهذا الحبيب لنرى ماذا يحدث مع هذا الحبيب أنا رأيت طاقتك أنت هي الحزن الكبير هل يحبك نعم يحبك لكن هذه تتكلم عن الماضي نعم أنتوا ما عشتم يعني قصة زوينة بزاف قصة جميلة بزاف أنت تنتظر أنت تكتب له الرسائل شفتي يعني ذاك الشي اللي قلت لكم ولكن تقول لنعم أنت تنتظر وأنت تأخذ زمام المبادرة أنت من يقود دائما العربة أنت من تكتب وهذا الحبيب يضح حد وخة يعني يضح حد لا يجيب نعم قادي نشوف هذا الحبيب أعيد نعم حسب القرد هذا الحبيب يحبك هذه الحقيقة ليس واضحا لماذا اختفى هذا الحبيب ولماذا ذهب لا أرى يعني الأسباب فقط أرى أنك أنت يعني تبكي ليلة نهار تفكر ليلة نهار ما لا تأكل يعني تكتب لهذا الحبيب وهو لا يجيب ربما في بعض الأحيان أو تقريبا لكن هو يحبك هو يحبك ما زال يحبك وخة هذا نصحة الكارت لك عزيزي برج السرطان هو أن كما قلت الاستغناء استغني قليلا عن ليس عن الحب بل أترك الأشياء يعني أترك المياه تمشي في مصاريها الطبيعي لا يعني لا تضغط لا تضغط خليه لا يريد الإجابة أتركيه لا يريد العودة أتركيه وأنا لا أقول لك يعني أنت تكتب له لا تكتب لا تفعل أي شيء لا تفعل أي شيء كفى من التصرف بجنون أنت تحبه بجنون وتتصرف بجنون لكن يكفي يكفي أنا لا أقول لكم أن تستعملوا استراتيجيات أو هذا يحبك نعم يحبك ربما كانت يعني حتى هناك معكم يعني بينكم أطفال يعني كنتم متزوجين وكانت علاقة جميلة بزاف للأسف الشديد لا إله إلا هذا الحبيب يعني شيء يعني أبعده ربما هو السحر أبعد هذا الحبيب لأني لا أرى طرف نعم لا قد يكون السحر أو طرف ثاني أو بجوج سحر وامرأة أخرى نعم هذا أنت عزيزي برج السرطن النابل والبريء هو الإمرأة أخرى أو شخص آخر سيء وهناك السحر كذلك واضح هذه كانت إما علاقة حب جميلة أو علاقة علاقة زوجية لأني أرى أطفال نعم أم وطفلها وكان هناك حب صافي وجميل جدا نعم لكن هناك سحر وهناك ربما طرف ثاني طرف ثاني نتدخي للأسف الشديد في هذه العلاقة نواصل للأسف الشديد نعم يعني كان كما قلت دائما أنت لا تفكر في نفسك يعني أنت تقوم بالأشياء كالمجنون فتتكرر تتكرر يعني أنت نبيل بزاف نبيل وبريء بزاف لا تفكر حتى شوية في نفسك فقط في هذا الحبيب في هذا الحبيب ودائما يعني أنت تغامر تغامر وتضح بكل شيء كل ما تريده هو أن تكون مع هذا الحبيب وخة كما قلت مارس الاستغناء خلي هذا الحبيب ينظم حياته حياته يعيش حياته كما يحل له رغم أنه هناك يعني أسباب لابتعاد هذا الحبيب هناك شخص داني والسحر معا هذا ما تقوله القرد وخة أنت عزيزي أتركه أتركه يعيش حياته وينظم حياته أنا لا أقول لك يعني بالنسبة للبعض الآخر إذ لم تكنوا متزوجين فقط كانت بينكم حب جامل وعلاقة غرام وابتعد هذا الحبيب بسبب سحر يعني لم تكنوا متزوجين يعني البعض الآخر أنا لا أقول لكم باستعمال استراتيجيات نعم فالحب لا يفهم في الاستراتيجيات وهذه الحية النفسية سيكولوجيك وهذه يعني تخربق عصرنا هذا نعم الكاذب والخداع وتقمض شخصية يعني أنت تخدع نفسك أنت كن كما أنت وخة لا تمارس لا تقوم بأي استراتيجية فقط يعني نحن نتكلم من الجهة الروحية والروحانية أنت استغني الاستغناء أتركه تمنى له الخير أحببه إنت تحبه فأحببه يعني هذا جميل جدا أتركه ينظم حياته فهذا الحبيب في الآخر شوفوا شنو غات يوقع يعني الطريق سيجمعكما من جديد لبيت واحد يعني هذا أخيرا هذا الملك سيسيطر على حياته يعني هذا إذ لم يكن هناك حب فالحب معك الحب معك وليس مع الطرف الآخر والسحر ينتهي لأنها فقط طاقات تؤثر لمدة معينة وهذا ينتهي وخة ولا تنسى بأن الله معنا وتصرف بحكمة لكي يعود التوازن لحياتك فأنا أراك يعني أنت منهر وفي حالة يرثلها وهذا غير عادي هذا ما تقول لأنك تتصرف كالمجنون عزيزي برج السرطان فقط تفكر في الحبيب وتريد إسعاد الحبيب ودائما الحبيب الحبيب في بالك ليل نهر وفي قلبك لا فكر قليلا فقط قليلا يعني يجب أن يكون هناك توازن بين المشاعر والعقل نعم نعم فإذ لم تكن أنت هنيئا وأنت في السلام فحياتك لن تكون حياة هنيئة ولن يكون هناك السلام في حياتك لذلك كن حازما أرجوك وواثقا من نفسك لأن حسب ما تقول له هذا الكارد هذا الحبيب سيسيطر في الآخير على على هذه الوضعية وهو ما يريده يعني الطريق طريق واحدة يجمعكم طريق واحدة إلى سقف يعني في بيت واحد هذا ما تقول له هذا الكارد ونعم كما قلت كن حكيم عن الله يخليك وغير هذا التصرف لا تكتب لا تتكلم مع هذا الحبيب أتركه إذا ذهب يعني فاحترم احترم قراره خليه سلامة أحببه في بيتك نعم إذا كنت تحس بالحسن تريد البكاء ابكي ابكي تتعي نعم لكن يعني أترك هذه المرحلة تمر لأن النهاية يعني أنا أرى يعني في الحقيقة في الحقيقة أن هذا الحبيب ما زال يحبك لكن هناك يعني كانت الطاقة المتدخلة التي تدخلت قوية فأنا أرى سحر وكذلك شخص آخر ربما تزوجا رغما عنه أو يعني لا أدري كل واحد كيعرف الوضعية دياله وحالته لكن هذا الحبيب يعني تتكرر أنه يحبك ما زال يحبك هذه هي الحقيقة هذا ما تقوله الكارت يعني يحبك بزر لكن لم يسيطر على هذه الوضعية بسبب طاقة سلبية لذلك أرجوك عزيزي برج السرطان أترك هذا الحبيب وتركه دعه وشأنه خليه تخلص من هذه الطاقة السلبية أحببه لوحدك أتركه لا تكتب له غيان دغيان لا تفعل أي شيء فيما يخص هذا الحبيب أرجوكم وابحثوا عن سلامكم أنتم لوحدكم لوحدكم وسترون ماذا سيحدث سترون ماذا سيحدث نعم خليوا التوازن يعود لحياتكم وخا فأنت ترسل له رسائل وهو لا يجيب يعني يكفي نعم يكفي يعني هو أجابك بصمته فلا دعي للمزيد من العضاء الله يخليك أرجوك نعم اعتني قليلا بنفسك نعم تخلى عن هذا عن هذه الطاقة لا أقول لك أن تتخلى عنه بل تخلى عن هذه الطاقة السلبية والمعاناة تنفس الهواء النقي استمتع بحياتك بما وهبها الله لك وهناك أشياء كثيرة موجودة في حياتك تعطي لك يعني السلام الداخلي والراحة وكذلك السعادة أبسط الأشياء موجودة في حياتك نعم وفيها قد تجد فيها أكبر سعادة تفهمونني نعم القليل أرجوك القليل من عزة النفس القليل فقط يجب أن يكون هناك توازن ونحن ناس طيبون ونحن ناس يعني بريئة ونعم أتكلم عنكم أنتم ليس عني أنتم تفهمونني يعني أتكلم عن القناة برج السرطن الذي في هذه المتواجدين في هذه القناة أنتم ناس طيبين نعم لا تعرفون تتصرفون كالمجنون لأنكم ناس أبرياء وخة لا تعرفون عن الحيال والخدع والكاذب أنتم من يتحكم فيكم هو القلب نعم لكن أنا أنصحكم أن ترتاحوا أن تتركوا هذا المجنون العاشق المجنون تتركه يعني في غرفة نعم خليه في غرفة لوحده وكن حكيما كن حازما شيئا ما كن واثقا من نفسك ولا تفقد الأمل أبدا وخة كانت هذه القراءة وبفضل هذا الاستغناء عندما تسجن قليلا هذا المجنون الجميل الذي يتصرف بهذه البراءة ويضح بكل شيء من أجل هذا الحبيب بينما الحبيب شوفوا يعني لم يسيطر على الوضعية يعني وتأثر بالسحر وبالأشياء السلبية نعم لكن هذا يعني هذه طاقته هو ليعمل هو في حياته وليغير هو وضعية حياته لكن أنت حبيبنا نحن نتكلم عنك أنت وخة أنت يجب أن تمارس كما قلت للاستغناء خلي انساه قليلا خض راحة لنفسك فكر مارس تأمل فكر في نفسك كن حكيما نعم وثكر ما هي النتائج سكر أعيد ما هي النتائج وهي نتائج صارة ومفرحة لأن هذا الحبيب يحبك ويحبك حب كبير لا يمكن القضاء على الحبلة بالسحر ولا بيعني مهما كانت ولا بطاقات سلبية ولا بأي شاء لنرى ما هي الرسالات الملائكة السماوية السعادة والفرح شوفوا سبحان الله العظيم يعني سبحان الله يعني شوفوا يعني يعني حينما يمارس الإنسان الاستغناء واليعني ما قلتوش شفته ولا ما شفتهش يعني أنا كان بقى أحيانا كان يعني مخلوعة شوفوا ما قلته لكم الاستغناء عندما يمارس الإنسان الاستغناء والتأمل نعم ويبتعد قليلا عن ما هو يعني عن ما هو دنياوي وجسدي ننسى قليلا ونتأمل وكما قلتو لكم يعني قلتو هذا لكم يعني عودوا للفيديو واستمعوا لي قلتو لكم الاستغناء والتأمل قلتو معه هذا الشنو سميته الكاهن أو المشي الكاهن المهم لنركز هذا الاكستاس هو السعادة والفرح الشديد يعني بفضل هذا الاستغناء وعدم التفكير نعم بهذا الحبيب أنت ستصل إلى فرح كبير جدا نعم نشوى روحانية هذا ما معناها يعني كرت مهمة كرت مهمة جدا وهذا من جديد الحكمة أو الذكاء السماوي نعم الذكاء الإلهي والسماوي يعني من جديد يعني الروحية الروحانية يعني أن تستغني عن ما هو يعني عن هذا العذاب وما هو يعني دنياوي هذا هذه المعاناة وهذا ما سيحدى تكون ذكيا نعم وماذا سبحان الله يعني شوفوا حتى أنها في يعني مرتبة يعني التحرر ستتحرر بفضل هذا الاستغناء وعدم تفكير في هذا الحبيب وأن تفكر قليلا وتتكل على الله كذلك قلت ذلك أن تتكل على الله وتحترم يعني هذا يعني تحترم مرحل الحياة ماذا سيحدث ستتحرر أنت الله إن شاء الله شوفوا حتى الرسائل يعني في في انسجام مع القراءة لا إله إلا الله هناك تصالح شفتوا اللي قلت لكم الحبيب سيعود تصالح تصالح حبيب من الماضي سيعود سيعود لحياتك أعطي له فرصة ربما البعض منكم ما غديش تسامحوا لكن تقول لكم أعطي له فرصة وهذا يعني هذه الطاقة يعني الطاقة البريئة التي بين العاشقين يعني ستعيشون من جديد تقول شوفوا حتى هذه منظمة تصالح أعطي له فرصة وبالتالي يعني بداية جديدة وهذه يعني كما أنكم ستبدون من جديد هذه العلاقة كانت قراءة جميلة أنا فرحانة فرحانة في الآخر بعد العذب شوفوا ماذا سيحدث بعد العذب الحب دائما يفوز الحب دائما يفوز لأن الحب أكبر من العوائق أكبر من السلبيات أكبر من ما هو سلبي من السحر من الناس الخبيثة التي تتدخل نعم وتفرق تبعد الحبيب عن حبيبته لا إلها إلا الله مهم كانت قراءة جميلة كنتمنى لكم الخير من جديد أتمنى لكم توفق في حياتكم العاطفية المادية العملية الدراسية في كل شيء يا الله وأول ما أتمنى لكم هو السلام الداخل يا الله ولنتوكل على الله ونؤمن أن الأحلام تتحقق واخر كنفغيكم بزاف كنحبكم بزاف وإلى اللقاء سلامة